خاوتنا السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير انتوما ولا صافر تواكم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وترك اعجاب اذا اعجبكم ما نقوم به وخاصة تعليقات اخوتي لتبدل اراء او عمل فيديو بناء على طلبكم خاوتنا دينكم اليوم بحلقة خلطة الباتي للفراخ وكذلك للكنارة البالغ وهذه الخلطة بالنسبة الخلطة التي تحتوي على البيض طلبها الكثير اخوتي وهي خلطة جيدة وسهلة ومفيدة في نفس الوقت اخوتي كما تلاحظون امامكم عندنا حبة بيض اخوتي ننزع لها القشور وعندنا حبة بسكاويت وعندنا طرف خبز يا بس اخوتي نختار بين الخبز او البسكاويت اخوتي لان نضحهم مع بعض ويجب ان يكون بسكاويت في مكوناته لا يحتوي على الحالب اخوتي هذه المعلومات يجب ان تعرفوها جيدا لان العصف الحالب يضرها عندما يكون بسكاويت من مكوناته الحالي نقوم بنزع القشور عن حبة البيض اخوتي ونقوم بطحنها كما تشاهدون ليختارة البيض مع الصفار اخوتي فحبة بيض هي كافية جدا والاحتواء على البروتين والكالسيوم والدهون وكل شيء اخوتي وكما قلت لكم تختار بين الخبز اليابس او البسكاويت اخوتي ويجب ان يكون بسكاويت لا يحتوي على الحالب بعيد او كار اخوتي فهي نقطة مهمة خاصة للفير اخوتي نقوم كذلك ببرش الخبز يجب ان يكون يابس لكي يطحن جيدا اخوتي كما ترون اختار بين البسكاويت او الخبز انا اخترت الخبز اخوتي يعني متعود على هذه الخلطة كل واحد انا من متعود اخوتي كما تلاحظون هنا بشرة الخبز وبيضها كما تشاهدون قليل فقط لا يجب ان يكون بيض اكثر اخوتي واكذا نخلطه حتى يتجانس والاهم والاهم هو كما تلاحظون امامكم هذه بودور الشياء اخوتي مفيدة جدا للعصافير في تقوية العظام والريش وكل شيء اخوتي وخاصة في التجهيز اخوتي ويمكن لكم اختيار اختيار بين بودور نيجر اه اضحها لكم لتشاهدون بودور نيجر هي معروفة او بودور الشياء انا عملت بودور الشياء لان انا في فصل الصيف بودور نيجر عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا ننقص منها اخوتي لا نقدمها نقدم بودور الشياء هكذا اخوتي وهناك كثير من البودور يمكنكم استخدامها وكما ترون ها هي الخلطة امامكم خلطة بسيطة ومفيدة اخوتي ونقدمها ثلاث مرات في اليوم في الاسبوع اخوتي هذه هي الخلطة اخوتي تاليوم ان شاء الله تكون نستفيدوا معنا اخوتي كما ننتعبو معاكم ما تنسوش اه ترك اعجاب وتدعيم القناة وخاصة اشترك خاصة كما تلاحظون هنا الانثى حضنة على البيض والذكر هنا يأكل هكذا اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته